موسيقى متتبعي قناة أنفاس برس مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي نستطيب فيه سيدة بوشرة عبدو مديرة جمعية التحدي للمساوات والمواطنة بمدينة الضاربدة سيدة بوشرة مرحبا بك شكرا جزيلا لقناة أنفاس على حضورها معنا ومن أجل دعم كذلك قضايا النساء بعض الرجال اعتبروا تقرات عمندو بيت سميل التخطيط حول ظاهرة العنف ضد الرجال وهو انتصار للفئة التي كانت دائما تقول بأن هناك ظاهرة حقيقة في المغرب وأن الرجال يتعرض للعنف كما تتعرض المرأة للعنف ما وغيك؟ أولا نحن كجمعية تحدي المساوات والمواطنة في الوقت لخرج هذا البحث المندو بيت سامية للتخطيط تفاجأنا لأن هذا البحث ماشي موضوعي كذلك أنه غير علمي كذلك أن النساء المتواجدة داخل المجتمعات كلها في العالم كله وأن النساء هم اللي تتعرضوا للعنف بشكل يومي وبكل الأشكال دياله والأفعال دياله لكي تنتفاجأوا أن كان واحد نسبة ديالنس الرجال تتمارس عليهم العنف أن كان واحد الأفعال تتمارس على هذا الرجال أن الرجال عندهم تتمارس عليهم واحد نسبة عالية جداً ديال العنف النفسي بأفعال تتمارس عليهم داخل البيت الزوجية مثلاً بحلن تكلم مثلاً البحث على أن المرأة ما تتحتمش بالراجل ولا أنها كل مرة تتشوفوا في النمشاء ولا أنها قاطعة الكلام دياله واحد لمدة إلى آخر هذا أفعال اللي نعتبرها ليس أفعال ذات قوة من أجل تتمارس فيها العنف بلعك سنة هذي هي غياب تواصل بين الزوجين داخل البيت الزوجية اللي كان خاصة يكون تواصل إيجابي وهذا اللي يجب أن نطمحوا عليه كجمعية تحدي المساوات والمواطنة بشكل يومي كذلك لماذا هذا البحث يطرح في هذه المرحلة في هذه الوقت بالضبط اللي احنا تنعيشوا في واحد الوضع صعب جداً ديال كوفيد 19 تنعيشوا في واحد الوضع شوية متوتر داخل الأوسار تنعيشوا واحد النسب عالي جداً من العنف الممارس على النساء لأن نعشنا مرحلة ديال كوفيد الحجر الصحي ديال الشهور وقعنا أن نسب هي نسب مهولة لسجلتها الحركة النسائية للنساء اللي تمارس عليهم العنف داخل البويوت ديالهم بحل بغينا نخلطوا الأوراق ونعتبروا أن العنف اللي تتمارس على النساء بحلو بحل العنف اللي تتمارس على الرجال وصفي أنها ظاهرة مجتمعية مشتركة بين النساء والرجل وهي العكس نهائياً العكس لأن اليوم هناك يوم والبارحة كذلك وكذلك في المستقبل هناك استراتيجيات لوضعها الدولة ووضعها وزارة الأسرة من أجل الحماية والوقاية ديال النساء من العنف اليوم تتفكر وزارة الأسرة باش تضاعف العداد ديال مراكز الإيواء من أجل استقبال نساء المطروضات بيت زوجية اليوم جمعيات نسائية تتخلق بشكل يومي مراكز السماع في المناطق في الموضوع الكبرى والصغرى وكذلك في القرى وتتفكر فيها كذلك في الجبان نظر لأنك هناك كين عنف إذن لكننا غنهضروها بفلوس كلهم إذن لا داعي كذلك العالم المتضم الدولي والأمم المتحدة كذلك تباش تدير لنا لقاءات دولية لا في جناف لا في نيويورك من أجل وضع التقارير الموازية من أجل الوضع التقرير ديال المغرب حول العنف ضد النساء كذلك هما تقارير لفياب الواقعية بأرقام جد خطيرة ولكن لماذا كل هذا الانتفاضة من طرف جمعيات نسائية ضد التقرير وهو تقرير عادية تحدثوا عن ظاهرة كين في المجتمع لا يمكن أن نقول أننا لا يمكن أن نرى بلاد الملائكة أي شخص داخل الأسرة يمكن أن يتكلم بصوت مرتفع يمكن أن يشد في الكلام يمكن أن يرفض الكلام الآخر يمكن أن يكون بالحيدة و بالنفس القوة التي سيتمارس على النساء لا تتكلمنا عن هذا البحث المندوبيا السامية للتخطيط لكي نتكلمون عن الفضاءات العامة الفضاءات العامة هي حكرة على الرجال الرجال الذين لديهم سلطة فيها الرجال الذين يمارسوا التحرش فيها الرجال الذين يكونوا بكل أريحية فيها بعكس النساء اللي هم قبل أن يخرجوا لك الفضاء العام الحديقة أو المقهى أو أي مكان من الأماكن أنهم يأخذوا بعيد أتبار عدة أشياء اللي بس ديالهم كيفاش غيمشيوا الأماكن اللي خصت تكون مكتدة بالناس لكي لا يتمارسوا لهم التحرش ركبنا في الطوبيس في الحافلات أو في وسائل النقل تلقاوت كذلك كين تحرشات كين حسيكا كين اكتضاد كين مشاكل كثيرة اللي الرجال لا يتمارسوا لهذه الممارسات وتلقوا أن في البحث أن النسبة عالية ديال العنف النفسي التي تتمرس على الرجال في الأماكن العمومية كيف كيف وهي هو المكان العمومي هو ميلكو هو اللي عنده السلطة فيه هو اللي تقدر أنه يحب من تحرك ديال ديك المرأة فيه لأن في آخر المطاف المرأة تتعتبر داخل هذا المجتمع هي الحلقة الأضعف هي اللي ما عنده السلطة داخل قوانين كذلك القوانين اللي هي مجهفة بحق المرأة اللي ما عنده حقوق فيها كيفاش نتكلمه اليوم على عنف مرتفع اللي تتمرس على الرجال من من؟ إذن أنتم تعترفون أن هناك عنف ضد الرجال ولكن بالنسبة لا يمكن أن تقارن بالنسبة العنف الممارس ضد النساء من طرف الرجل إننا مدفعين نيسوانيات ونحن نتكلم أن هناك واحد نسبة بسيطة وقليلة جداً اللي يمكن أن يتمارس عليهم العنف لأنه بنوية العنف الاقتصادي وكل يمارس عليه العنف الاقتصادي في الحجر الصحي النيساء تردت من العمل كما تردوا الرجال الرجال توقفهم والعمل كما توقفت النساء الرجال في العمل كلهم يمكن تتمارس عليهم عنف لفضي من طرف رب العامل كما تتمارس عليهم من النساء إذا لم يوجد شيء مشاركة بين النساء والرجال في العنف والسخطوف العنف داخل الوظائف وداخل المهن لا يوجد أجور متساوية يمكن رجل يقول عندي نفس المستوى وعند السيدة أجر كثير مني يمكن هذا الشيء يقدرون أن نقبله ولكن يجب أن نتكلم عن النساب التي هي في نفس المستوى من النساب الممارس على النساء إذن هنا لا يمكن أن يقبل كذلك لن تكلم عن لماذا حتى أكملت؟ على ذكر القوانين تكحدث عن القوانين بعض الرجال يقولون أنهم ضحية لقوانين ويستدلونها بمدونة الأسرة يقولون أن هذه المدونة الأسرة في واحد البنو تتحدثوا عن النفقة وعلى الرعاية الأطفال هي المشي من صالحهم نحن لكنا نتناضل من أجل المساواة الحقيقية بين الزوجين وبين النساء والرجال نحن من الحويجات لتناضلوا على اليوم والبارحة كذلك والنفقة المشتركة لا نقولش أن مرة تشتغل بواحد الأجر إكس وأنها ستشد هذه الإكس ستشد توضعه في البنكة والزوج هو الذي سيؤديه نفقة الأطفال ونفقة الأسرة نحن ضد هذا الأمر نظر لأن كما أنني أشتغل كما أنني أنفق على أسرتي كما أنني أنفق على أطفالي وعائلتي وأسرتي الصغيرة هذا ما فيش نقاش ولكن نحن نقول أن كان عائلات وكان النساء لمعوزات لمحتاجات أن المنفق الأساسي هو الزوج هذا ما فيش نقاش ولكن باش تقولي أن هذه الزوجة تتم سرقة البطاقة البنكية ديالها ولا سرقة الممتلكات ديالها ولا البتي الزاز إلى أخري هذا هو ما يرفض كذلك باش نتكلموا على الحضنة الحضنة هي مشاركة بلاكس أن لداخل قانون الأسرة أن الولاية الشرعية هي ولاية الأب هو اللي عنده الحق من أجل أنه يأخذ شهادة المغادرة المدراسة ديال الطفل ديال الأطفال دياله هو اللي عنده الحق باش ينجز جواز الصفر هو اللي عنده الحق أنه يصفر الأطفال خارج المغرب هو اللي عنده الحق أنه يسحب بعض الدفوعات مالية اللي ممكن المرأة تودعها الأطفال دياله داخل الحساب البنكي هو اللي ممكن يأخذ تأمين لو قام مثلاً أي حادثة تسير الأطفال إلى آخر إذا نرى عنده سلطان مطلقة مطلقة داخل قانون الأسرة كذلك يمكن نقولوا بأن اليوم في الجانب الوحيد يمكن تنقدرنا أن المرأة استفداد في قانون الأسرة هو الطلق للشقع في الوقت تكون علاقة هي علاقة خصام وعلاقة توتر داخل الأسرة ممكن ديال منصرة الشقع وتأخذ الحق دياله بالرغم أن المستحقة النفقة هي مستحقة ضعيفة جداً بالمقارنة بما ضحته معه ومع أطفاله في السابق الكثيرون من الرجال ومن مؤيدي الدفاع عن الرجل يقولون بأن الظاهرة العنف ضد الرجل لم تعد ضاهرة معزولة على اعتبار أنها ضاهرة حقيقية وضاهرة المعاشة بشكل يومي ليس بحل بحل ليس نفس الكفة لكي تتكلمون عن الاختصاب وماذا هذا الرجل سيتمارس عليه الاختصاب لكي تتكلمون عن العنف الزوجي أو عن الاختصاب الزوجي داخل البيت الزوجية ليس بمعادتك لم يسمع لديهم من يمارسي انها تكلمون عن الانترنت ومعاكسات ومعاكسات وتحرش تاختيم الشارع وما يقومون عن حسيات ومعاكسات 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 لديهم الإجراع يمكن أن نقوله كما قلت سابقاً الذي سوف نتكلم عنه هو نتكلم عنه على الجانب المهني المهني فقط وأن رجل تتمرس عليه واحد سلطة من طرف العنف من طرف الرب العمل يمكن أن يجي تفجر على الآخرين وهو يحس باسو أنه مسوس في هذا الجانب ما تتحدث بأن النساء أكثر قدرة على البوح عكس الرجل يمكن أن يتعرض للعنف ولكن أنت يخبها في قلبك ما تقوله يمكن أن لا تتكلموش بلاكس لأن تفتحات اليوم لا تتكلموش على أن النساء يتبوحوا وكين نساء لم يتبوحوا نحن يومياً تنظروا بوست يومياً تنظروا المرصقات يومياً تنظروا ندوات ولقاءات إلى آخرين لكي نقصروا جدار الصمت لأنه لدينا النساء كذلك لأنه كانت بعض الطابوهات لبقي النساء لا يمكن أن يقصرها ولا تتكلموش على العنف الزوجي للاغتصاب الزوجي بقي النساء لا يمكن أن يشجيك من مرة وليس عن النفاء إلى آخرين ولكن تدير معها لقاءات ولقاءات لكي تستطيع أن تكسر هذا الصمت وتتكلم لك على الاغتصاب الزوجي أما لكي نتكلمو على الرجال الرجال عندهم سلطة وعندهم قوة داخل المجتمع ولكن تتمارس عليهم عنف وتتمارس عليهم بنسب ضعيفة جداً لا تستطيع أن نقارنها بالنسب النساء التي تتمارس عليهم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب لذلك كان مشكل في هذه الإحصائيات دائماً تنتسألوا لماذا؟ هذا التميع لأنه تميع ضاهرة مجتمعية هو أن النساء تتمارس عليهم عنف لكي نغطيه على نسب عالية ومهويلة التي تكون عندنا استراتيجية واضحة من أجل الحماية ومن أجل الوقاية ومن أجل خلق مراكز الاستماع والتوعية والتكوين وتأهيل هذه النساء لكي يخرجوا من هذه الوضعية الصعبة التي تعيشها تنجي وتنقولوا إن واحدة الرجال تتمارس عليهم نفس العنف وبنفس النساء ومن أين لكم هذه الأرقام؟ كيف ننجبتوها؟ ونحن يوميا نستقبله في مراكزنا النساء الرجال لا نستقبله واحد في العام إذن لكان هذا النسب هي كينة إذن نحن لا كان ممكن أن يجوا عندنا رجال بشكل يومي ونحن لدينا مركزين في مناطق شعبية هشة الأخرى اللي كان ممكن أن يجوا عندنا الناس وممكن أن يتصلوا بنا هاتفيا ولا يرسلونا المساجات عن طريق الانترنت إذن نحن نتساءل دائما من أين لكم هذه الأرقام؟ اشتركوا في القناة